جددا عقد مجلس القادة الرئاسة الاجتماعي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بحضور عضائه عيدروس الزبيدي وسلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي بينما غاب بعذر عضو المجلس فراج البحسني واستمع الاجتماع إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني وإمدادات الطاقة العالمية وحرية الملاحة الدولية وشدد المجلس على أهمية حجد وتعبئة كافة القدرات والطاقات لتعزي حضور الدولة ووحدة الصف والسجابة للاتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء الانقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة في جدوى لأعماله واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة وطمعنا المجلس الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الإغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية كما أشهد بالمواقف المشرفة لتحالف الدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذل الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين حضر الاجتماع وزير الدفاع الفريق الروكن محسن داعري ورئيس وهيئة الأركان العامة الفريق الروكن الصغير عزيز ترجمة نانسي قنقر